اللهم اصرف عن بيوتنا الهم والغم والأحزان وامن على بيوتنا بالسكينة والأمن والأمان واجمعنا اللهم بوالدين وأحبابنا وبنبيك وحبيبنا محمد بأعلى الجنان ولا تحرمنا من رؤية وجهك الكريم يا رحمن يا رحيم اللهم اجعل هذه الأيام تمر ولا تضر اللهم اكفنا شر الأمراض واحفظنا بحفظك اللهم صلي على سيدنا محمد عدد ما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون اللهم صلي على محمد في الأولين وصلي على محمد في الآخرين وصلي على محمد في كل وقت وفي كل حين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زيكم عاملين ايه؟ اتمنى يا رب الجميع يكون في صحة وعافية طبعا عارفين الأيام دي والزروب الموري بيها ربنا يرفع عنا وعنكم يا رب جميع الأمراض فأنا جايب لكم اليوم شاي البابوننج حلو جدا بيهدي ومسكن وكمان بيعالج نزلات البرد احنا عارفين طبعا كورونا الأيام دي فهي كورونا الفيروس ده مش بينزل الى في الحنجرة يعني طبعا لو انتو اخدتوه لو انتو اهتمتو بالموضوع ولقيتو عندكم شوية من برد او التهاب في الحلق شوية يعني صعوبة في البلع فطبعا لازم نبدأ تاخدو مثلا مرتين او ثلاث مرات اربع مرات على مدار اليوم مية مع ملح مية دافية مع ملح والواحد يغرغر بيها لزوره او حلقه يعني يغرغر بيها كام مرة في اليوم ان شاء الله مش هينزل على الصدر اهم شي ان احنا نلحق الفيروس ده ماينزلش على صدرنا ويسبب لنا التهاب رئوي فيه طبعا منه الالتهاب اللي هو بيكون مش شديد اللي هو العادي زي ما قلتلكو التهاب في الحنجرة فنلحق ان احنا نعمله الغرغرة وطبعا بالمية الدافية ونلحق نشرب مشروبات دافية ونلتزم في البيت طبعا ما نخرجش من البيت علشان ما نعديش غيرنا لكن طبعا لو كان شديد لازم بسرعة بنروح المستشفى وطبعا هم بيقولوا لكم معايا شاي البابوننج عشان نشربه دافي ان شاء الله البابوننج ليه فويت كتير جدا بيهدي ومسكن للي هم شاي البابوننج ده بيساعد على النوم كمان لو خدناه في الليل قبل ما نام كمان شربي كوباية واحدة منه بيكون دافي بيكون شكله جزي الزهرة كده شكله حلو كمان ولما بتحطيه في برات بيكون ازاز بيبن شكله شكله ظريف جدا وطبعا زي ما قلت لكم ليه فويت كتير جدا ينفع لامراض الالتهابات لنزلات البرد بيقاوم الخلايا السرطانية فيعني ليه فويت كتير كتير جدا بيخفف من الام الدورة الشهرية علاج لمرضى السكري كمان بيعالج القلق والاكتئاب بس طبعا اكيد ليه اعراض جانبية المفروض ان احنا ما نستخدمهاش للحامل واللي بتردع طبعا مصابين ببعض الامراض الهرمونية وعليهم طبعا انهم يسألوا الدكتور لكن طبعا البابونين جنبات مفيد جدا لكله للصغيرين وللكبار طبعا بيعالج برضو هششة العظام يعني بجد ليه فويت كتير كتير جدا فاحنا لازم ان احنا ايه نشربه بقى دافي وطريقة تحضيره سهلة جدا جدا بحط نبات البابونينج بحطه وبضيف عليه الميا المغلية الكمية طبعا اللي انا عايزاها يعني الشاي ده او الظهرة دي ممكن تعملك براد مثلا لترين تحطيه ولو خلص بتحطيه مرة تانية بتعيدي عليه ان انت تحطي له ميا دافية تاني او ميا سخنة وبتغطي عليه بتسيبيه تلات دقايق بيكون صالح للشرب شايفين شكله بيكون ايه؟ بتسيبيه كده بقى تلات دقايق بنغطي عليه وبنسيبه لما يهدى تلات دقايق اللي بيحب يشربه سخن هيشربه زي ما هو سخن بس يفضل ان هو يتشرب دافي او يعني بنحطه في دلة القهوة وبنقفل طبعا عليها وبنشربه على مدار اليوم بتشربه قبل النوم بيهدي ويساعد ان احنا بننام بالنسبة للاطفال كمان فيعني بجد بجد شاي البابونينج حلو جدا جدا انا سبته بالضبط خمس دقايق وهبدأ بقى احطه في الكبيات اللي عندي شربي كل افراد الاسرة المفروض ان الكل يشرب منه اعملي حاجات طبعا الايام دي تكون دافية ما فيها السعرات حرية عالية بجده هيكون مفيد جدا وزي ما بتحبه طبعا تحلوه اللي بيحب يحليه بالسكر او بالعسل طبعا بالعسل هيكون افيد واللي بيحب يشربه كده هيكون افيد وافيد لكن كمان ممكن نشربه نحليه بالعسل واللي بيحب يحط عليه لمون هيحط عليه طبعا لمون عارفين ان احنا الليمون مفيد جدا وخصوصا في نزلات البرد انا حلي واحد بس بالعسل زي ما قلتلكم ممكن نحليه بالعسل ونحط عليه كمان قطرات الليمون وزي ما نبهت قبل كده العسل لازم بمعلقة خشب علشان ما يتاكسدش مع العسل ما نعملش بسلستيل ولا المونيوم ولا اي شي علشان ما يتاكسدش معه واعصر عليه شوية من عصير الليمون بجد المشروب ده حلو جدا 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 ولازيز وخصوصا زي ما قلتلكم في الايام اللي احنا بنمر بها دي ربنا يعد يا رب الايام دي على خير يا رب ويشفي جميع ويشفي جميع المرضى يا رب يا رب المشروب ده يكون عجبكم بجد حلو جدا جدا انا هشرب منه دلوقتي وهدوق يعني بجد حلو جدا 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 وتسيبوه لما تشربوه دافي تشربوه بعد الفطار بعد غدا قبل الغدا قبل ما تنامي يعني بجد المشروب ده حلو جدا وطعمه يعني مقبول ملهوش طعمة قوي بس ريحته حلوة جدا وخصوصا زي ما قلتلكم لو حطينا معاه عصير لامون ممكن تحطوا كمان عصير برتقان يعني زي ما بتفضلوه وتحلوه بالعسل باي كمية انتو بتحبوها بجد حلو جدا يعني بجد انا حبيته وخصوصا الايام دي انا كنت بجيبه من الاول فبحبه اشربه زي ما قلتلكم بيهدي وخصوصا لو واحد عنده برد عنده كحة زكام حلو جدا جدا زي باقي الاعشاب اللي قلنا عليها قبل كده فياريت تشربوه تعملوه بالطريقة دي ما تغلهوش بس بتضيفو عليه المية المغلية وبتسيبوه لمدة 3 دقايق او 5 دقايق وبعد كده بتشربوه زي ما قلتلكم ممكن نحطه في دلة القهوة ونشربه طول قبل النوم بيهدي جدا وبيخليكم بتنام ونوم عميق وان شاء الله يارب ربنا يشفينا ويعافينا ويحفظ اولادنا ويحفظ بلادنا ويحفظكم جميعا يارب اتمنى ان الفيديو يعجبكم واتمنى انتو تكونوا استفدتم من الفيديو اذا عجبكم الفيديو متنسوش لايك واللي مش مشترك في قناتي يشترك بحبكم في اشترك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته